من جانبه طالب وزير خارجية لبنان عبدالله أبو حبيب مجلس الأمن بإدانة هجامات إسرائيل على بلاده معتبراً أن تفجير أجهزة الاتصالات في لبنان هو هجوم وحشي وغير مسبوق في يوم الثلاثاء من وافق 17-09-2024 نفتت إسرائيل هجوماً إلكترونياً واسعاً نطاق استهدف الألاف الأجهزة المحمولة المعروفة ببيجرز مما أدأ لتفجيرها في اليوم التالي قامت مرة أخرى بتفجير مئات الأجهزة اللاسلكية من نوع آخر إضافة إلى قيامها بتاريخ 19-09 بترويع سكان العاصمة بيروت وكافة المناطق بتحليق الطيران الحربي على علو منخفض وخرقه المتكرر لجدار الصوت مما أدأ إلى حالات هلع لاسية من لدى الأطفال وبتاريخ اليوم نفذت إسرائيل اعتداء صاروخياً في عمك أكثر مناطق اقتصاً بالسكان من الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت فدمرت مبنى سكانياً وأوقعت في حصيلة أولوية 14 ضاحية منهم أطفال و66 جريحة هذه الهجمات أدت حتى الآن إلى وفاة عشرات الأشخاص بينهم أطفال ونساء وإصابة ألاف الجرحة ومنهم مئات في حالة خطرة بالإضافة لمئات آخرين تعرضوا من تشوهات جسدية أو فقنوا أحد أطرافهم أو بصرهم بالكامل وقد ترك هذا الهجوم المستشفيات والطواقم الطبية في لبنان في حالة طوارئ غير مسبوقة مستفزاً قدرتها الاستيعابية مستنفداً قدرتها الاستيعابية كما أصارها الاعتداء حالة واسعة من الرعب والهلع بين المدنيين في كافة المناطق اللبنانية